موسيقى اهلا بكم سيداتي وسادتي الى عرضنا الرئيسي لهذا المساء وقبل ان نبدأ النشرة نرحب بضيفة النشرة السيدة مريم جمعة عباد عمدة بلدية انجمينة والرئيس الوطنية لجمعية بلديات تشايد السيدة العمدة نرحب بك في استوديوهات التلفزيون الوطني اهلا وسهلا بك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سنطرح بعض الاسئلة على السيدة العمدة حول اللقاءات المتكررة لجمعية بلديات تشايد فيما يخص اقامة الطاولة المستديرة بباريس لحشد الموارد من اجل تمويل الخطة الوطنية للتنمية عقدت مؤخرا الاحزاب السياسية الافريقية لقاء بالخرطوم العاصمة السودانية يهدفوا الى اختيار رئيس لهم حيث شاركا في اللقاء عدد من الشخصيات السياسية البارزة من الدول الافريقية ممثلة لاحزاب بلدانهم من ضمنهم حزب الحركة الوطنية للانقاذ تقرير ادم حسن المكوي وفد رفيع المستوى يترأسه النائب الثاني لحزب الحركة الوطنية للانقاذ دكتور زكريا محمد صالح برفقة كل من رئيسة منظمة نساء الحركة الوطنية للانقاذ مريم احمد جميل ووفد من الاحزاب المتحالفة مع حزب الحركة الوطنية للانقاذ مثلوا البلاد في لقاء الحزاب السياسية الافريقية المنعقد في العاصمة السودانية الخرطم في الفترة ما بين التاسع عشر وحتى العشرين من القصص الجاري وضم الاجتماع اربع وعشرون حزبا سياسيا افريقي وتم مناقشة العديد من القضايا التي تهم القارة الافريقية لا سيما التنمية في افريقيا والمشاكل التي تواجه الشباب وقضية المرأة الافريقية هذا وخلال اللقاء تم اجراء انتخاب المكتب الجديد لشبكة الاحزاب السياسية الافريقية وانتخبت على رئاسة هذه الشبكة السيدة رحمة تجاني رئيسة منظمة نساء الحزب الحاكم في نجليا فيما تم انتخاب النائب الثاني للحركة الوطنية للانقاذ دكتور زكريا محمد صالح في نيابة رئاسة الشبكة كما شاركت رئيسة منظمة نساء حزب الحركة الوطنية للانقاذ مريم احمد جميل في حيثيات الاجتماع والنقاش على قضايا المرأة في افريقيا اضافة الى قضية الهجرة الوحدة الافريقية والمجال اليوم المجلس الاحزاب السياسية الافريقية تحادي دمت كل الاحزاب الافريقين في سلماء في شات وفي دولة الافريقية وكل دونك جووا وشاهدوا واليوم وهم كلهم عدوا في المجلس يقولوا ان شاء الله افريقيا ماشي في تقدم وفي عافية ان شاء الله من جانبه نائب رئيس شبكة الاحزاب السياسية الافريقية فقد عبر عن الاهداف المرجوة في ولايتهم هده هذا التجمع اندلل فانما يدل على تعاونا وتكامل وتناسق افريقيا موحدة براتة التي صدرت اليوم اندلت على الشيء فانما تدلل على السعي لوحدة افريقيا السعي للمشاكل التي تعاني منها افريقيا السعي للاندماج السعي للتعايش من هذا المستقبل ونحن في فتشات كحزب من ضمن الاركان بتقرارات اللجنة التنفيذية من ضمن الشباب بس طبعا استضفنا استضفنا الشباب مع مؤتمر الشباب في 2014 ومستعدين حسب سياسة الرئيس المؤسس لحركة الوطنية الجنرال ادريس ديبي دعم الشباب ودعم المرأة والوقوف مع افريقيا في جميع المجالات ومكافهة الارحاب لا شك بان مثل هذه اللقاءة تعمق العمل الافريقي الموحد من اجل تقليص القارة السمراء من الاعباء المتكدسة عليها واليكم هذا الخبر الذي وصلنا للتو حيث وصل رئيس الجمهورية ادريس ديبيتنو الى العاصمة الفرنسية باريس وذلك في زيارة عمل وصداقة وسيشارك رئيس الجمهورية يوم غد في القمة التي تنعقد بباريس حول الامن وقضايا السعى تقرير عائشة خليل وصل بسلام الله وحفظه فخامة رئيس الجمهورية ادريس ديبيتنو الى العاصمة الفرنسية باريس ولدى وصوله كان في مقدمة مستقبله السفير الشادي لدى باريس الدكتور امين ابا الصديق وممثل اليونسكو السيد محمد صالح ادم جرو وعقب مناسبة الاستقبال الرسمي توجه فخامة رئيس الجمهورية ادريس ديبيتنو الى صالة كبار الشخصيات بعرض المطر وبعدها توجه فخامة رئيس الجمهورية ادريس ديبيتنو الى صالون الضيافة بعرض المطار لاخذ استراحة قسيرة ومن خلالها تباحس فخامة رئيس الجمهورية واجهات النظر في العديد من المواضيع التي تهم البلاد حازا وقد رافع فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو في عزيز زيارة وزير الشؤون الخارجية والتقامل الأفريقي حسين إبراهيم طه ووزير الدفاع بشار إيسى جاد الله ومدير المكتب المدني لفخامة رئيس الجمهورية السيد إيسى علي طاهر ومدير المكتب العسكري للرئيس الجمهورية محمد روزي ونذكر بأن زيارة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو إلى فرنسا من أجل المشاركة يوم قد في القمة المنعقدة بشأن الأمن ومحاربة الهجرة القير الشرئية بالعاصمة الفرنسية باريس وبالعودة إلى العاصمة أنجمينة قدم نائب لحزب الاتحاد من أجل العدالة والمساواة دكتور يحيى عبدالله يحيى حديثا صحفيا أكد من خلاله دعم حزبه للطاولة المستديرة المقرر قامتها في باريس لحشد الموارد بغية التمويل الخطة الوطنية للتنمية جزء من حديثه إن هزب اتحاد من أجل إعادة العدل والمساواة في شات يساند فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو والحكومة الشادية على مبادرتهم لتنظيم الطاولة المستديرة التي تقام في باريس والتي تساعد على حل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وكما يدعو الهزب من جميع الشركاء الاقتصاديين داخل وخارج البلاد المساهمة على إنجاه هذه الطاولة من أجل رفاهية الشعاب الشادي فيما يخص الملتقى الوطني لإصلاح مؤسسات الدولة فإن الحزب يؤيد مبادرة رئيس الجمهورية التي قام بها مؤخرا على إشراك جميع القوى الفاعلة في البلاد كما يطلب الحزب من بعض الأحزاب المترددة المشاركة في الملتقى والإدلا برأيها مؤخرا